السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الشرح جديد على قناة الكهرباء والطاقة النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن برنامج كات سيمولياشن احنا كنا عملنا فيديو هنا قبل كده على القناة هنكمل النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الطايمورز فلو انت أول مرة شوفنا منساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت ولو عندك أي سؤال أو استفسار تقولنا في التعلاقات وحنا هنرد عليه إن شاء الله طبعا هسأل لكم البرنامج زي ما احنا عارفين على التليجرام هتدخل على التليجرام هتلاقي البرنامج بتاعنا version 3 و version 4 ممكن تستخدم أي واحد فيهم وهتكمل معنا بشكل طبيعي إن شاء الله لو انت أول مرة شوف البرنامج هتلاقي البليلس على القناة هتلاقي فيها الفيديوهين اللي فاتوا ممكن تسمحهم بترتيب وانت تفهم الدنيا معنا ماشية إزاي نروح على البرنامج على طوله عشان ما نطولش نروح كده طبعا الطيمر زي ما اكتر الحاجات المستخدمة في دواير كلاسيك كنترول ومهم تعرف استخدامهم بشكل يعني كويس هنروح نشوف النوعين الرئاسيين عندنا اللي هو النوع نكبر شوي كده عشان نشوف شكل الطيمر بس النوع الاول اللي هو النوع الـ on delay اللي هو بيكون عليه x بالشكل ده والنوع التاني اللي هو off delay وبتبقى الجزء الشمال ده مظلل بالأسود زي ما انتوا شايفين كده في الصورة وفي نوع تاني هو في البرنامج هنا اللي هو هنا on off delay timer وده بيكون يعني استخدامات والأيلة يعني بس هوا النوعين الشائعين للإستخدامة اللي هو ال on والoff delay timer تمام هنشوف بيشتغلوا ازاي مع بعض ان شاء الله هنطبق عملي في داير عملية بتحيس ان احنا نعرف برضو احد الاستخدامات بتاعت التايمرز في دواير كلاسيك كنترول طبعا احنا زي ما قلنا بنروح على file في الاول نعمة setting وبنختار display symbolic connection وبنختار اخر واحدة اللي هي auxiliary line cursor ونعمل اوكي عشان برضو المؤشر دي يظهر معنا ونقاط التوصيل دي تظهر معنا بشكل جيد يعني تمام هنروح نشوف هنعمل ليه بالزبط هنمسح الكلام ده كله في الاول بس ونصغر ثاني سنة هنجرب التايمرز دي على لمبات بيان كده فهنروح نجيب اول واحد اللي هو ال on delay timer هو هنا مسميه connection timer وهنا مسميه timer to disconnect اللي هو off delay timer وهنا مسميه اللي هو disconnect connection timer طبعا هو تساملات مختلفة وتقيله شوية كده بس هو الشكل نفس الشكل اللي هو بتبقى في الدوائر classic control بالزبط يعني ما فيش اي اختلاف فنروح اول واحد نجيب ال on delay ونروح نجيب ال off delay ونخليه هنا مثلا ونروح نجيب التاني اهو ونخليه هنا عشان برضو نشوف الفرق بينهم طبعا عايزين اللمبات بيان فنروح نجيب كم لمبات بيان كده خلي دي هنا وخلي دي هنا وخلي دي هنا برضو كده اهو تمام وهنجيب برضو خلينا نكمل برضو في لمبات البيان دي هنجيب برضو اتنين هنا كده تاني بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نجرب عليهم طبعا عشان اجيب اشغل التايمر ده محتاج مثلا زي switch كده او selector فنروح نجيب السويتش ده اللي فوق ممكن تستخدم اي switch فانا افضل السويتش ده اللي هو normal open switch وخلي مثلا على كل تايمر هنا نخلي هنا ونخلي هنا كمان يبقى كده احنا ايه اه اه افضلنا نقاط المساعدة طبعا عشان نقاط المساعدة اه لو روحنا هنا على العلامة دي هتلاقي فوق مكتوب auxiliary contact او timed contact فنروح الاول حاجة دي هتلاقيها بتاعت الخاصة بالcontact rate ورليهات يعني الجزء ده خاص بالcontact rate ورليهات وهتلاقي فاصل كده بعد كده الخاص بال timer الon delay timer يعني هتلاقي الجزء ده خاص بالon delay timer هتلاقي حتى الانحناء بتاع switch لو جبنا واحدة كده خلينا نجيب اللي هو دي طبعا normal open ودي normal close وهتلاقي هنا normal open close وهتلاقي هنا normal open close بس ال command هنا مشترك لو روحنا جبنا كده وخلينا هنا كده وروحنا عملنا مثلا تكبير شوية اهو مراتين هتلاقي بص الانحناء بتاع الشكل هتلاقي الانحناء كده لجوه لو روحنا هنا على الشكل بتاع ال auxary contact الخاص بال off delay timer هتلاقي كده هتلاقي كده شايفين الانحناء هتلاقي الانحناء كده للخارج مش للداخل وبنفس الطريقة بالنسبة لل timer اللي هو ال on off هتلاقي برضو شايفين الانحناء واحد للداخل واحد للخارج يعني واحد للداخل كده واحد للخارج كده فمشينفع انت تستخدم مع الجزاري مشينفع انت تستخدم الرياج دي او الوزاري ده لانه مش يشتغل معك في الدايرة فلازم تتأكد ان انت مع ال on delay تستخدم ده ومع ال off delay تستخدم ده ومع ال on off تستخدم الشكل ده عشان تشتغل معك الدايرة بشكل كويس حتى هما هنا اعمل لك فاصل بين كل جزء التاني هتلاقي في فاصل هنا اهو وفي فاصل هنا وفي فاصل هنا بحيث ان الكلام يبقى مظبوط يعني تمام؟ طبعا احنا هنوصل الكلام ده فحنا نصغر سلنا كده هنوصل الكلام ده بس انا طبعا هسرع التوصيل عشان ما ضيعش وقت الفيديو فخليكم معي كده واحدة بنوصل طبعا هجيب ال line هوصله فوق وال neutral هوصله تحت وهوصل ال auxiliary contact باللمبات البيان وهوصل طبعا ال timers بتاعتي بال switch ده بالشكل اللي هتشوفو ان شاء الله في التوصيل كده فاروح اجيب المصدر ال line هو واخليه كده ممكن نعمله كده rotate بحيث ان اه يبقى بالشكل ده تمام؟ وهجيب برضو ال neutral تحت خليه كده ممكن برضو اعمله rotate اخليه flip كده بالشكل ده وابدى اوصل بقى نعم انا كده وصلت اللاين بالشكل اللي انتم شايفينه كده انا اختار اللون اللا زرق في النيوترال كده عشان يبقى ايه في اختلاف شوية عشان يبقى حتى الرسم واضح زي ما انتم شايفين كده انا وصلت التايمر بسويتش واخدت منه اوزاري عشان نشغل لمبات بيان خلينا مثلا نغير الكلام ده نغير هنا نخليها مثلا الواحد التسمية بتاعت اللامبات الواحد الاثنين وهنا التايمر ده هنسميه هنسميه تي واحد او تي خليها تي واحد اللي هو الاندلي وهنا الريشة دي هتبقى من تي واحد وطبعا هنخلي مثلا هنا سويتش رقم واحد ونفس الكلام هنا هيبقى اللي التلاتة و اللي اربعة وهنا هيبقى تي اتنين وهنا تي اتنين وهنا وهنا اتنين وهنا ال خمسة ال ستة تي تلاتة تي تلاتة وهنا اس تلاتة بقى انا كده خلصت تسمية بتاعتي طبعا الناس اللي ما تعرفش الاندلي تايمر الشرح بتاعه ببساطة انا تايمر بوصل عليه كهربا وبعد ما وصل عليه كهربا بيفضل فترة معينة الديلي تايمر بتاعه اللي انا بحدده له وفي الاخر بيغير وضع النقاط بتاعته وهنشوفه دلوقت عملي بحس نفهم اكتر اللي بيشتغل ازاي هدي هنا خلي الزمن بتاعه اوال يكون مثلا 10 ثواني تمام ونعمل اوكي هنا هو ضرب لك هنا في واحد لو انت مثلا عايز تكبر مثلا 10 في 10 بقى 100 لكن احنا خلينا هنا في واحد يبقى هنا 10 ثواني بالضبط عندنا وبنعمل اوكي ونشغل كده ونشوف هنشتغل ازاي احنا قلنا التايمر ده لو انا شغلت السويتش النقاط بتاعتي مش هتغير غير بعد العشر ثواني اللي نظبتها فاشغل كده هو هنا بيعد تايمر لو شايفين اهو سبعة ستة هيفضل يعد لغاية ما اه يخلص الوقت بتاعه وعكده غير وضع النقاط هو كده خلاص غير وضع النقاط وابدل على اللامبة التانية او الرشة التانية بحيث ان هو نوار للامبة التانية تمام طب لما يفصله كده بيفصل معي بيرجع الوضعه الطبيعي بان هنا الطايمر ده لو شغلته اهو بيفضل يعد فترة معينة بعد كده بيغير النقاط بضاعته طب لانا لو فصلت قبل ما يكمل ما بيغيرش اي حاجه يعني لو فصلته قبل ما يكمل العد بتاعه خلاص ما بيكملش العد وبيقف على كده طب انا شغلته هيفضل برضو يعده لغاية ما يوصل للوقت بتاعه يعد الوقت بتاعه بعد كده يغير النقاط يخليها close والclose يخليها open اخر مرة هنجرب هيفضل برضو يعد لغاية ما يوصل للوقت بتاعه بعد كده يبدل النقاط open close والclose open وفي الاخر اهو هنفصله هيرجع زي ما كان الoff delay timer طبعا العكس اول ما بشغله على طول بيغير الوضع بتاعه يعني اول ما ببدل تشغيله هو كده خلاص بيغير النقاط بتاعته طبعا احنا ده ما زبطناش الوقت بتاعه فاحنا ممكن نفصل تاني كده ونزبط برضو على 10 ثواني ولا حاجه وبنعمل start the simulation ونشغل اول ما بشغل على طول الoff delay هو بيغير النقاط بتاعته لكن بيعمل ايه بقى لما بافصل ما بيفصلش بقى على طول لا بيستنى الوقت اللي هو محدد هوله اللي هو 10 ثواني بعد كده بيغير النقاط يعني التشغيل بتاعه او الشغل بتاعه اثناء الفصل تأخير يعني اهو بعد مخلص العشر ثواني اهو غير النقاط بتاعته هنشغل تاني تمام غير اهو الوضع النقاط بتاعته طب لو فصلت اهو طب لو شغلته هو لسه بيعد خلاص بيوقف العد بيوقف العد على كده ولما بافصل بيكمل العد تاني اهو يعني كده وقفت او وصلت اهو لما بافصل بيبدأ يعد من جديد العشر ثواني يعني ده بيشغل اوف ديلي لما بافصل عنه كهربا بيغير النقاط بتاعته الكلوز بيخليها اوبن والاوبن بيخليها كلوز طب الان اوف ديلي اللي هو الطايمر ده لما بشغله بيعمل ديلي في البداية و ديلي في التأخير يعني شغلته مش هشتغله لا بس عشان احنا برضو مظبطناش الوقت فاحنا نعمل برضو عشر ثواني هنا ونعمل Start ثاني اهو شغلته مش هغير النقاط غير بعد عشر ثواني يعني مش هغير النقاط بتاعته غير بعد عشر ثواني هيغير هنا النقاط كده غير طب لما يفصل نفس الكلام برضو هيعود فترة عشان يفصل يعني هيعود فترة عشان يفصل هم العشر ثواني احنا محددنهم يعني ده بيشتغل تأخير في التشغيل وتأخير في الفصل طبعا كل حاجة بيبقى لها استخداماتها وكده فهو زي ما احنا شايفين طب اهو شغلنا ثاني لو فصلت طبعا اسنا ما انا شغال ما فيش حاجة تحصل لان انا فصلت قبل ما الوقت ييجي بتاع العشر ثواني لكن لو شغلته تاني كده هيعد العشر ثواني بعد كده هيشتغل هيغير النقاط بتاعته ولما جفصل برضو هيعد العشر ثواني تاني وبعد كده يغير وضع النقاط بتاعته فده الفرق ما بين الثالث انواع من الطايمرز وهو الشغال off delay والon delay طايمر تعال نشوف كده احنا فكرة لو رحنا open كده وروحنا فتحنا الشرح بتاع المطور اللي احنا عملناه فاكرين الشرح ده اهو احنا كنا غيرنا لون هنا بتاع الخط بتاع التوصيل يعني انا هنا المطور اللي احنا اتكلمنا عليه وعملنا كده تشغيل المطور وشغلنا السوتش ده وشغلنا السوتش ده اهو وروحنا، شغلنا مسلا اتجاه اهو اشتغل اتجاه المطور واشتaped لمة البيان وروحنا فصلنا كده وشغلنا هيشتغل اتجاه الأET التي بمفرض ان انا عايز اعارة تأخير بحيث ان انا مثلا لو شغلت المطور في الاتجاه كده مثلا وعملت وف ما ينفعش اتجاه الثاني غير لما ياخد زمن معين بحيث ان انا ميحصلش مشكلة عنو كموطو معين ما مشاولش ده يعني انا اخر زمن التشغيل بتاع الاتجاه الثاني زمن معين بحس ان انا مقدرش اشغل بعد الفصل على طول يعني اشغلت المطور مقدرش اروح افصل وشغل كده على طول غير بعد وقت معين فهعمل الكلام ده ازاي عن طريق off delay timer نشوف كده الكلام ده بتعمل ازاي هروح امسح كده الجزء ده كده واروح امسح الجزء اللي تحت ده برضه كده ونزل هنا ده اهو كده ورح نجيب off delay timer اهو هنجيب كده اهو نخلي واحد هنا مثلا ونخلي واحد هنا طبعا هناخد ريشة normally close من هذا الطايمر ده في سكة الموتور ده او في سكة الموتور ده وهناخد ريشة من الطايمر اللي هنا ده في سكة الموتور الثاني بحيث ان انا ما اقدرش اشغل الحركة الثانية غير بعد فترة معينة هنشوف هنروح كده ونروح على الجزئية دي طبعا هنختار النورمال كلوز بتاعتي الوف ديلي اهي وهي تمام ونبدأ نوصل خلينا نوصل بعد كده نعمل التسميات يعني انا هوصل كده اهو اهو انا كده وصلت هخلي الاطايمر ده وليكن تي واحد وخليه مثلا خمس ثواني او عشر ثواني خليه عشر ثواني عشان نشوفه بشكل اوضح وخلي ده تي 2 وخليه مثلا عشر ثواني برضو انا مش عارف بقف الله وهخلي هنا الريشة دي من تي 2 من تي 2 من تي 2 نورمالي كلوز بحيث ان انا لما افصل هنا تروح الريشة دي تفتح معايا وديه طبعا هتبقى تي واحد هنجرب نعمل تشغيل طبعا انا هقفل المفتاح ده ومفتاح الكنترول طبعا عشان قبل ما نبدأ ونجرب هنعرف ايه اللي هيحصل في الاول انا لما بشغل البوش بوتون ده تمام ايه اللي بيحصل السكة دي عندي بتشتغل كلها لان ديه نورمالي كلوز من كي 2 وده نورمالي كلوز بتاع الطايمر اللي هو تي 2 برضو هبقى زي ما هو وهيشتغل الجزء ده طبعا هو يشتغل الموتور وهيشتغل في نفس الوقت الطايمر طبعا لما بافصل الطايمر هياخد وقت ويفصل يعني الريشة دي هتفضل المفتوحة لغاية ما الوقت ده يعدي يعني هنا لما انا فصلت الكهربا خلاص الريشة دي كانت غيرت وضعها لما الطايمر ده جاء عليه كهربا فبالتالي هتاخد وقت بعد كده ايه ترجع لمكانها تانية فبالتالي مش هقدر اشغل السكة دي غير بعد ما الوقت ده ينقضي يعني او يخلص فانا هجرب كده اشغل اهو شغلت الموتور اشتغل والطايمر اشتغل تمام والريشة دي فتحت بتاعت كي واحد و تي واحد برضو نفس الوقت هنا اوبن فلما جا فصل انا كده اهو هعمل اوف خلاص الموتور فصل بس هنا مش هقدر اشغل بقى ده الفكرة بقى مش هقدر اشغل غير لما الوقت ده يخلص اهو اعمل اشغل اهو مش هشغل غير لما الوقت ده الاربع ثواني اهو ثلاث ثواني اول ما تخلص ده هتلاقي الريشة ده اهو فبالتالي اقدر اشغل خلص الطايمر الريشة دي ارجعت زي ما هي فقدر اشغل اشتغل الموتور اهو ولمبة البيان اشتغلت زي اللي احنا كنا عملها المرافقة تشغل اتجاه العكس خلاصا هافصل كده اهو فاصل طبعا الريشة دي هتمنعني من التشغيل في الاتجاه الثاني اللي هي جاية من تي 2 عشان الطايمر اشتغل بيعد لسه هيخد عشر ثواني على ما يرجع الكنتكت بتاعتها زي ما كان فانا هنا هاستنى العشر ثواني خلصت هروح مدة تشغيل هشغل نجرب مرة تاني هافصل اهو مش هقدر اشغل في الاتجاه ده اهو الطايمر لسه بيعد مش هقدر اشغل غير لما الوقت ده يخلص فدي بيعملها ساعات لما بيكون اه يعني لازم يبقى فيه وقت ما بين التشغيل الفورورد والريفيرس عشان الحمل الميكانيك بتاعي ما يحصلش فيه مشكلة اهو فصلت مثلا مش هقدر اشغله اهو خالص في الاتجاه الثاني غير لما ايه الوقت ينقض يعني ده كان احد الاستخدامات يعني واتمنى يكون الشرح ده افادكم ولو فيه اي سؤال او سيسر اصبونا في التعليقات واحنا هنرد عليه ان شاء الله وممكن نكمل برضو في البرنامج لو يعني لو لقينا فكرة جديدة او لقينا حاجات جديدة عايز اتشرح هنكمل في البرنامج ان شاء الله بس يعني لازم يكون برضو النقطة اللي عايز اركز عليها الجزء بتاع شكل الكنتكت شايفين الكنتكتور عامل ازاي الريشة بتاعته او الوزار بتاعه وشايفين الجزء بتاع الطايمر عامل ازاي بيكون فيه اختلاف في الشكل الريشة نفسها يعني عشان لو جبت كده وسمتها مثلا تي اتنين مش هتشتغل معاك الدايرة بتاعتك اتمنى يكون الشرح ده افادكم وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم لا تنسوش تعملوا سبسكريب القناة ولو عندك اي سؤال او صار سوف نرد عليه ان شاء الله شكرا